ما رأيك في أدوار الإغراء؟ ما هي أدوار الإغراء؟ أنا لا أحب التصنيف أيها أنا سيتم موسلة أنا أريد أن أحب التصنيف لأنني مات منك دور إغراء ودور مش عارفة إيه هناك شيء يبدو دور كوميدي دور تراجيدي دور إغراء هذا هو أموعة تمثيل أو لكي تقلق الكلمة قيلة قوي أنه يصنفوني ليه؟ أيها أنا لا أحب التصنيف أنا أنسة وعملت دور يمكن أن أفياه شوية إغراء أو أنتو قلت دور إغراء أنا فكرة أنا المنطقة عظيمة لماذا فيها بصراحة؟ أنا ست أعمل ممثلة وبني أدمى ممكن أن هناك أدوار أقدر أعملها وممكن أن هناك أدوار لا أقدر أعملها أطلع بقى أشتم في الأدوار التي لا أقدر أعملها وأزايد على زميلي التي يعملونها هذه قدرات نفسية لا يمكن أن أعطي الإمكانيات طبعا لكن ما الأدوار التي لا تستطيع أن تعملها؟ لا أعرف أنا أعرف يعني ما تعرف يعني أنا عارف أممكن أن أعمليه ومعملش أي أنا ست ممثلة أنا ست ممثلة المخرج بيقول لي يعني فيه لا إيه دور الممكن أن تعترضي علي يعني أنت مثلا جالك أدوار قلت مش شايفة نفسي فيه إيه دور اللي أنا ممكن أعترض عليه ومعملوش إن أنا أبقى أعمل دور ومخلصة وألاقي دور شبهه على طول زيه أكرر نفسي ليه آه فلاقي معروضة علي حاجة أنا من وجهة نظري إن هي هتنزلني فنيا مش هتضفلي مش هتحافزلي على الرصيد اللي أنا وصلت له بتقوليها إزاي أنا بيعم بس ما بتقوليش تفاصيل وأقول ليه ما بتحبيش تقولي لحد أيها هاج أيوة أنا أقول ليه أنا تنظر أو أنت كنت تقولي وعملك مشاكل لا خالص بس يا ويتي صغيرة كنت تتكلم كتير علموك أن أنت أنها اسكوتي لا فيه حاجات فيه حاجات تتقال وفيه حاجات مالهاش لازم أنها تتقال ولو تتقالت مالها تقدم ولها تتأخر ليس كل ما يعرف يقال إنه ممكن يعمل مشاكل زياد ويا ستي حتى لو مش هيعمل مشاكل فرضر أنه مش هيعمل مشاكل أنا وهو استفدنا كده اللي هو اللي من جوه دي عارفها أنا قلت له بحقيقتهم قبل ما امشي ساعات يقول لك يعتزل ماء يزيد أضربهم من الأول ساعات ساعات عارفة ففهموا إنه على فكرة أنا بعتذر مش عشان بقلل منك أنا بعتذر عشان فعلا عملة حاجة شبه ده أو أنا حاسة أن أنا دلوقتي مش محتاجة أعمل ده احتراما للناس وتأديرا تأديرا ليهم أنا تقريبا شخص بخاف قوي على مشاعر اللي قدامي أنا ده من عيوبي بقى قوي آه أنا اكتشف أنا أقول لك مطيبطية يعني دلها سمعت وكمان أنه بالطبطبي يعني مثلا حد يقول لك رأيك في حاجة تخافي تقولي رأيك عالف ما بحبش أكرا حد ما بحبش أدايق حد ليه أكون السبب إن حد يبقى خطره مكسور أو متدايق لا وإنه حاجة أحلى وإحنا تحت الهو بتقوليلي عشان عياله ما تتدايش أنا تتسداي دي أهم يا جماعة زيك توجع قوي أنا ليه عيالنا تتدايق بس أعايز أقول لك على حاجة هو وإحنا كلنا ملايكة ما فيه ناس أعوذوا بالله صحيح وتستاهل أن أنت تقول لهم فوق الشهم وتعملي وتساوي تمام ممكن دي يحصل بينك وبينه بس أرا ما أطلعش بقى قدام الشاشة الشاشة والتلفزيون أقول الكلام ده يا جماعة ما دي ناس دي عندها أهل يعني إيه لازمة أمه ولا بنته ولا أخته إيه يا جا أنا بصراحة ما بحبش كده عايزين تختلفهم عايزين تتخنقوا عايزين تنهاشوا بعض مع بعض بره تطلعوش على شاشات التلفزيون تتكلموا على بعض كده عيب أو تريد كومنس مالهاش لازمة عيب تدايق أيمن في يوم الأيام أو تدايق أيحد عنده عيال في يوم الأيام هو عيال يا جماعة أنا ما بحبش كده لو حداني موسي يا فنان أنت ببقاش ديك لازمة عيب يا جماعة ليه يعني فاهم ليه ليه تكسر بخطره وعليشان كده ومش عايزين نفتح في حاجات قديمة عشان كده في موقف ما حصل كلنا عارفينه والناس قاعدت عالسوشيال ميديا تتكلم بطريقة مش كويسة سعي إيه يا جماعة إيه ده أنا أنا كنت مستغربة إحنا بنعمل في بعض كده ليه إذا كان لك يرد فعلي ساعتها أو لا لا أنا مكانش لها رد فعلي بس كل اللي أنا أقلته يعني إحنا مين عشان نعمل في بعض كده إيه أرجوكوا أرجوكوا كفاية كفاية نعمل في بعض كده عيب 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 اللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على غيره جاد عشان كاتب تحبيش توي رأيك في حاجة كتير فعلا